أهلا بكم مرة تانية وصلنا معاكم لواحد من الملفات الصباحية اليوم عايزنا نتكلم عن نادي الألعاب المائية من خلال ضيوف هو واحد سوداني والتاني أوكراني لكن التفاصيل السمحة شريد أنه الدمجة اللي بيحصل ما بين الرياضات وهي ممكن تكون برضو حاجة بتواحد إحساس أنه ممكن تكون شعوب عندها ثقافات مختلفة عندها تفاصيل بص الرياضة الفنون الثقافة هي دي الجانب اللي ممكن يليموا يكون دي كل المظلات السمحة شريدة اللي بنقدر نحن نعبر بها عن كل تفاصيلنا السمحة شريدة الجوانة أنا سعد جدا أن يكون معي كابتن قبطان عبدالله خلف الله نائب رئيس نادي الخرطوم للألعاب المائية صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا تسنيم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة S24 في كل ربوع السودان وحول العالم صباح الخير عليكم كلكم أهلا بكم كمان معي كابتن فريق الفرعون الأسود الأوكراني هو نيكيتا صباح الخير دبري وطرا نيكيتا صباح الخير يا تسنيم بدأتنا عايزين نتكلم على النادي عموما يا أستاذ عبدالله بتفاصيله الكاملة بأي حاجة فيها النادي الخرطوم للألعاب المائية أسس في ديسمبر سنة 2016 وأسس الغرض منه هو دعم الرياضات للألعاب المائية وتنشيطة على مجرى النيل في منطقة المقرى وملتغى النيلين الفكرة نبعت من بعض الشباب وطبعا عملنا البحري أدى الأفكار أنه والله سواء أنه هو ينقصه الكثير في مجال الألعاب المائية فكانت الفكرة الأولى كان في ربط لفكرتين الفكرة الأولى لازم نعمل حاجة جديدة والفكرة الثانية لازم أنه هذا الشيء الجديد أنه يكون هو جذاب للمواطنين فوقع اختيارنا على سباغات الزوارغ السريعة النادي طبعا برأسه نائب المجلس الوطني وعمنا الأستاذ صلاة عبد الله وفي السانح هذه أشكر جدا على المساحات التي يدينا الآن ونحن نشتغل ونبدع والشكر موصول للأستاذ صلاة عبد الله رئيس نادر الخرطة والألعاب المائية طبعا حبا أسأل نكيت عن فريق الفرعون الأسود عموما عن مشاربته في نادر الألعاب المائية وكمان عن الهدية استمحى شيدر نشايلاني نريك أو لا يستطيع البعض وهو أيضاً وأيضاً المساعد للمدير الفني الفريق سيدة الإكسابر هذه الهدية هي هدية عظيمة وأنا وسعيد جداً أن أستلمتها وأشكر السيد مساعد الرئيس على هذه الهدية الذي سوف أحرف على الحفاظ عليه يا سلام جميل جداً نحن نحن نحب بك في السودان وإن شاء الله نتمنى لك إقامة طيبة وكل حاجم وإن شاء الله نتمنى في السودان شكراً أستاذ عبد الله أريد أن نقيف على الجانب الخاص بالمكان الذي سيكون فيه وكان فيه وأمس طبعاً تم افتتاح النادي عن الفعاليات الأمس التي كانت وعن الرياضات المائية التي ستكون مشاركة في النادي وعن المساحات التي سيلاقوها الشباب الذين هم مهتمين جداً بالجوانب الخاصة بالرياضة المائية طبعاً قمنا باستجلاب ثلاثة زوارق سريعة ورياضات الفرمولا توجد لديها فئات مختلفة فعندك الفرمولا F-250 اللي هي الساعة هي تحدد السرعة السرعة سبعين كيلومتر تقريباً على سطح الماء عندنا الفرمولا F-500 سرعة تتراوح مئة وعشرين كيلومتر فوق سطح الماء لحد مئة وثلين كيلومتر وعندنا الفرمولا F-4S وهي فوق المئة وثمانين كيلومتر في الساعة الهدف من استجلاب هذا الزوارق كان أنه إعداد مدرسة لإعداد متسابغين السودانين فقمنا استعنا بالطاغم الأوكراني الذي لم يذكره الأخ البطل نيكيتا وهو بطل الأوكرانيا ثلاث مرات في 2016 و2017 وحامل كاس أوكرانيا برضو ثلاث مرات 2016 و2017 و2010 وأصغر بطل الأوكرانيا حصل الأول بطولة في عمر 9 سنوات دي حاجة حلوة شديد ممكن تكون كمان إضافة جدا إضافة كبيرة جدا والشجعنا أكثر أنه هما أسرة محبة لهذه الرياضة أخته هي بطلة أوكرانيا مرتين في 2016 و2017 وهي حاملة لغبة أوكرانيا في شفاعة السيدات الفكرة هي بسيطة جدا نحن إخترنا البلاك فراوان إخترنا البلاك فراوان لأنه نحن تعريف بالحضارة السودانية ووغف اختيارنا على فئة 250 إلى فئة 500 هذه بطلات مفتوحة تكون داخل أوروبا هذه البطلات المفتوحة يتمكن للترويج للفكرة والترويج للأهرامات السودانية فاخترنا شعار الفريق أن يكون أهرامات البجراوية مع شمس السودان الساطعة واليوم في أثناء الاستقبال في انتظار الحديث إليكم اخترح علي أن ندخل في شعار عصاعة سيد موسيقى يا سلام فتكلم مع المصممين نحاول كيف ندخل اليوم الفكرة أنه في الشتاء في وصل الشتاء الأوروبا معظم الأنهار تكون متجمدة والخرطوم يكون الجو سانح وجميل لأن الخرطوم تكون مركز للرياضات في أفريقيا وبالمناسبة الفعالية التي تمت أمس هي قمنا بعمل ثلاثة أشياء أشياء الأول قمنا باختبار حلبة المقرن من ناحية الصلاحية من ناحية عمق المياه من ناحية خفة المياه من ناحية الموانع الطبيعية لاستخدامها في هذه السباغات وقمنا بعمل أربع سباغات السباغ الأول اليوم الأول كان يوم تزاعت عشر نعم وعملنا ما بين كبري جزيرة توتي إلى المقرن وكانت هذه الحلبة الأولى لفعة 250 اللي هي سرعاتها سبعين كيلومتر ومع كل العوامل الطبيعيين موجودة هناك وجدنا الحلبة ممتازة جدا وأنا أعتقد في الأيام القادمة إن شاء الله أو في هذا الموسم 2018 في نهاية العام أن تكون في تظاهرة كبيرة للفعة 250 داخل النيل جميل الشيء اللي إحنا سعيدين بجدا في هذه السانحة أشكر أخواننا في مجموعة جياد للصناعات البحرية بغيادة الأخ مهندس أسامة محمد عبد الرحيم هم تلقوا الفكرة وكانت الاستجابة سريعة جدا فاتصدنا بهم وقلنا والله إحنا دارين نوطن للغوارب دي وبالطبع الناس حيجوا حيزعلوا أزلها هيحصل شنو فطوالي أبدو رغبطهم وقالوا خلاص أنتم جيبوا التصاميم ونحن نوطن بناء هذه الغوارب فمن هذا المكان أنا أشكر أخواني في جياد في سرعة الاستجابة ودعمهم لنا وطوالي جابوا الاستكارات ولزقنا في الغوارب وكان غاربهم بغيادة البايلوت الأول حاجة جميلة لأنه يتم تسجيل النيل عشان ما يكون هو مضمار من قبل نادي الخرطوم عشان ما يستضيف كل البطولات الممكن تكون دولية وكده عايزنا نتكلم عن الجانب وكده ممكن تكون إضافة جدا للسودان أنا أريد أن أبشر كل محبي نيل ومحبي مدينة الخرطوم إن شاء الله ده أول مرة أول تظاهر تحصل في أفريغيا نعم سباق بتاع زوارق سريعة على الأنهار ده أول مرة في أفريغيا واخترنا منطقة حتكون حلبة المقرن حيكون عندنا حلبتين حيكون عندنا حلب اسمها البولوم نايل رياسيريا وعندنا الوايت نايل رياسيريا ومنطقة التقاني لين فدي بتشجع السياحة في المجال الأول في المجال الثاني هي بتدعم وجود الخرطوم في الرياضات المائية الدولية فحاليا نحن بصدد إجراءات تسجيل هذه الحلبة على أساس أنه في المواسمة الغاذمة المتسابغين يستطيعون أن يتسابغوا في حلبة الخرطوم الدوليين أوروبينا وخلافهم ويحوزوا على نقاط تؤهلهم في المشاركة في البطولات العالمة المفتوحة المختلفة في كل الفيح طيب أستاذ عبدالله إحنا وقيفنا أكثر على نادي الخرطوم اللعبة المائية وكل التفاصيل معروف أنه ممكن يكون في رياضات مائية خاصة قبل سألتك من الجانب حق أنها ستكون في السودان بها تفاصيل وكذا وسبق أنك لديت لكن حابين أن نكرر الإجابة مرة ثانية معلش؟ لا معرفة مشكلة حبابك يا تسنيم إحنا سعيدين جداً أن نخدم كل قطاع الشباب السوداني ويوجد لدينا مشاريع ناجحة جداً إحنا تمنا بال إحنا عندنا أكثر من 14 نار في السودان فنادي الخرطوم في الفترة القادمة إما له تكون لديه مزولية كبيرة في توطين هذه الرياضة المائية حيكون كيف التوطين هذا؟ عبر مدرسة الخرطوم لتدريب المتسابغين على الزوارغ السريع طيب إحنا عايزين برضو نرجع لنيكيتا ونعرف التفاصيل حق زيارة السودان واللي هو اتخيل لي مساحات النير ممكن تديك مساحات بعض عشان ما تقدر تبرد تبرس فيها كل الحبك للرياضة المائية وكمان نكيت تنقل الخبرة دي لناس ممكن تكون مهتمية بجيهنا بقودنا للجانب حق التدريب كيف حينظروا للحاجة دي وبرضو نرجع من خلالك تاني نتكلم عن جوانب التدريب اللي حتقوموا بها؟ نكيتا صحيح بخشان في شعر المستخدر كيف حدثتوا في شعر المستخدر وكيف حدثتوا في هذا المستخدر؟ تنموشنا مقراطة سكزات كاكي سلوة فشرا كاك بي پرابطلنا سودانسك رينجي كاك بي بوطي بتغطاب لباتلودي لنشي. همس غمنا بالتصابق على النيل وهذه الحلبة هي حلبة جيدة ونحن نستطيع نغم بتجريب الأطفال والشباب حتى في هذا. أنا مبسوط جدا من إمكانات هذه الحلبة. جميل طيب. الحاجة ده عشان ما هي تقوم تتم انه انت من قبل هو ذكر كمان. او انت ذكرت الجانب يعني هما كانوا أبطال لمدة أعوام في اوكرانيا وهو والأسرة. ودي حاجة جميلة كنت تنقل الخبرات دي هنا في السودان. كيف حيتم يعني خلينا نقول فردي مساحات عشان ما يتم التدريب ده هنا للناسر هي مهتمية جدا بالمجال ده في السودان. المكسون والمخصون والت riversويز نقينا على المهمة كيف يأتي معكم في المهمة حجل الاسفاء في السودان, كيف سأتي معكم في السودان ما هي، وتتأتي معكم في سودانيا. السودان من زمن الذي سيارى في السودان في سوداني، وغير بشئ، بالشكل تتقدم. أكثر من تتحدثة جدا. في فصل الشتاء التدريب يبدأ بالعمال الفنية كيف طريقة عمل المحرك كيف بناء الغارب نفسه وسوف يشمع التدريب أيضا بعدها التدريب على الغيادة نعم وفريق الفرعون الأسود هيشارك باسم نادي الألعاب المائية وباسم السودان في سباق العالم للزوارق السريعة في العام 2018 نتكلم أكثر عن جانب ده جدا طبعا بما أن الفريق أو المشاركة ليه كانت في 2017 في البطولة المفتوحة في أوكرانيا والأخ نكيتا هو حاز على الترتيب السابع في الترتيب الأوروبي العام الدولي لفئة 250 والترتيب الأول في أوكرانيا وبناء على هذا الكلام تم التعاقد مع هذا الطاغم أنه يغود البلاك فرعون في مايو في إيطاليا سنة 2018 وتدبع أربع جولات داخل أوروبا في فرنسا وفي بريطانيا وحقيقة لا أذكر روين الجولة الرابعة تكون بالضبط لكن المشاركة الأولى في البطولة العالم مفتوحة ستكون في فئة 500 إن شاء الله نعم ستكون في إيطاليا بإسمه البلاك فرعون وهو فريق نحن نحاول أن نأكد هذا فريق سوداني متعاغدين بطاغم أوكراني ونتمنى في العام الغادل إن شاء الله أن يكون عندنا الغواد السودانيين إن شاء الله من مدير الفريق؟ من صاحب الفريق؟ أوكي التأسيس هو طبعا الفريق هو سوف يسجل هو السجل تحت نادر خرطوم المؤسسين أنا ومجموعة من الأخوان الأوكران الذين زالوا السودان أكيد تحية أكيد أستاذ عبد الله الله يخليك الله يبارك فيك يا أستاذة وأوعد قناة إيس 24 أن الشارع بتاعتها ستكون موجودة على المركب بتاعنا دي أكيد نعم طيب يعني إن شاء الله إحنا كويس إن إحنا مبعودين بالحادة دي فأكيد إحنا هنكون معك فيها أكيد في خطة كمان محددة هي خاصة بنادي الخاص بأنه توطين الرياضة للألعاب المائية عبر تدريب يهو كادر السوداني وإن شاء الله هيكون كمان في عشرين عشرين أنتم منها السبادين بتجهزوا فيها تفاصيل الخطة وأهم الملامح أنتم هتأخذوها معكم شون تفاصيل الخطة أنه في هذا العام سوف نبدأ في المدرسة اللي هي مدرسة التدريب لهذا الشيء استجلبنا زوارق سريعة ثلاثة زوارق سريعة فيها كل الفئات اللي هي بتاعتنا اتنين بتاعتنا شيئين وزورة للتدريب الكبار نعم سوف يبدأ البرنامج في شهر أربع من هذا العام وفقط التوقف حيكون للارتباطات اللي هي علاقة بالبطولات الخارجية طيب المدرسة هي إن شاء الله هتكون هتتم افتتاحها متين تفاصيل أكتر الأعمار أنتم هتستوعبوها كل الحارة دي أنتم هستجهزوا يمكن كل المعينات اللي هي بتخليني إحنا نتدرب الأعمار بقى وللدارسين أو الناس الحب أن تنضم للنادي المدرسة سوف يتم افتتاحها في شهر أبريل إن شاء الله الأعمار التي نستهدفها من تسعة عوام لست عشر سنة لضمان استمرارية العداء للفريق وكذا وحيكون في ناس ربنا دعوا ملكات طبيعية في غيادة الزوارغ السريع فحيكون فيه زي اختيار كده وبعدين بنفتح الباب لأي إنسان راغب أنه ممكن يجينا في ناد الخرطوم عندنا أخواننا موجودين في الإدارة وبالشغل النسوي حلو لسه كنا عايزين نقيف أكتر على الجانب بتاع المشاركات النسوية اللي هي أحد تكون إن شاء الله في عام 2018 وكمان هيستمروا معاكم لحد 2020 ممكن يكونوا برضو مشاركين يعني ما معروف أكيد في مساحات لهم صح؟ في مساحات وإحنا نغدر ونسمي دور المرأة السودانية وهي الكنداكة أكتر وبما أن الفراعون الأسود موجود لا بد أن تكون له كنداكة أكتر فالأخوات الأستاذ عزة صلاح عبد الله والأخت عنوار الحبيب هم دي الجنود المجهولين في ناد الخرطوم اللي يكونوا بعمل كبير إداري لدعم هذا النادي من لحظة تكوينه وإنشاءه وهو من الناس المؤسسين لهذا النادي فهم حيكون منطين بالجانب بتعريضة نسوية وتدريب المتصابغين هم حيكونوا مزولين من الجانب الميميلي تدريب مدرسة البنات للمتصابغات للزوارغ السريعة نعم أستاذ عبد الله كجانب أخير عايزة نتكلم عن الإصدافة اللي ستكون لبطولات دولية شكل التعاون اللي سيتم مع نوادي خارج السودان هل سيتي منه توقيع التعاقدات كمان مع زي ما هذا حصل مثلا مع فريق الفرعون الأسود كده الهدف الأساس أنه تكون التدريب يكون المسابغات الغادمة في السودان بناء على مطلبات الاتحاد الدولي للفورمولا فقدمنا وراغنر سنة الفاتح ستحتمت غريبا نختارونا وهم بيخطروا كل المتسابغين الطالبين أن يحوزوا على الرخصة الدولية أو نغاط في المتسابغات الدولية فبيكون هي بنظام المتسابغات المفتوحة بيخطروا كل الفرق المسجلة في الاتحاد الدولي الشخص النقصة والنغاط نحن نعتبر أنه نحن جينا في وقت كويس أنه نحن في السودان نلعب في فصل الشتاء هناك ما في طريقة يلعب في فصل الشتاء فهما في الصيف ممكن يستخدموه في الفيكيشن فنتوقع أنه فرق كثيرة من أوروبا تتنافس معنا السنة الجاية إن شاء الله طب السرح أرجع لنكيت على جانب أخير ونتكلم عن تطلعاتها اللي هو إن شاء الله سيكون خاتلنا للمشاركة في سباق العالم للزوارق وخصوصا هما بمثل السودان فالحالة دي هما كيف حيقدروا يتعاملوا معه حيقدروا يضيفوها يعني المثالة التطلعات للمشاركة في ميزات منتخبول كيف يمكن أن تتعلق في هذا المشاركة في إطاليا أنا أحب جدا أن تكون الزورغ يكون بحالة جيدة وممتازة فيما يخطط بتمسيل سودان ووكرانيا أنا ليس لدي أمانع أن أمثل السودان وهذا سيكون ثانحة جيدة بالنسبة لي سكرا جميلا إن شاء الله رب أن تقدروا ترفع اسم السودان عالية وتقدروا تضيفه وكمان نشوف معكم سودانيين في المرات القادمة في كل المشاركات ممكن تكون حاصلة لي قدام على جانب أخير أستاذ عبد الله نادر خرطوم للألعاب المائية واللي هو كل الرياضات ممكن يكون بقدمة وكمان بقنبيا تطلعات أكيد وخصوصا نحن في بداية السنة فكذا واحد خاطت أنه الرؤية للعام داح تكون شنو في البدء أنا أشكر كل أبناء نادر خرطوم بغيادة الكوتش ياسين السيد نادر خرطوم يوجد لديه منتخب سباحة جيد وهو وصيف بطولة الجمهورية ويعتبر أسرع وأصغر نادي في ولاية الخرطوم في مجال السباحة بدأنا في 2016 وحزنا نايب الثاني على مستوى الجمهورية في هذا العام الاهتمامات بتاعتنا في السنة دي نحن نركز على مجال السباحة لأنه عندنا نتيم ممتاز جدا وهو الثاني الجمهورية نعم نحن نركز عليهم وعندهم برنامج طموح جدا الشاب شغالين الآن عاكفين على التدريب فيه عندنا تيم كان نشارك في بطولة برصدان مفتوحة لأولادنا من قسم السباحة بالزعانف وأمس كنا مجتمعين بيوم ويحضروا برضو في برنامجهم وكذلك الآن عندنا الموضوع بتاعت زوارغة سريعة فإحنا السنة الغادة ممركزين أنه نحافظ على المراكزة التي صدرناها في السباحة ومن هنا حي تحت المحلي للسباحة بتاعت الخرطوم الشيخ المكرم والسكرتير الأخ أسعد حقيقة إحنا وجدنا نفسنا بين أخواننا كنادي ناشي جديد وجدنا منهم كل الاهتمام والعون فالبرامج بتاع السباحة هو الأساس عندنا والزوارغة السريعة دل الأعوام الغادية نعم وأستاذ تسنيم أنا بنتهز الفرصة أشكر أول سفير مغيم لنا في أوكرانيا السفير أنس الطيبة جيلاني والأخ السفير مبارك محجوب رئيس البحث السابق في أوكرانيا هم كانوا معنا حضورا وحقيقة هم زللوا كل الصحاب كان إذن حاجة اسمه المبادرة الرياضية عملنا السنة الفاتد المبادرة هذه هي تمخذت عننا فريغة الفراعون الأسود مصنع سبورت ماستر وهو مصنع السوداني لتوطينا الكرة الغدمة السودانية ومشاعرية كثيرة سترى النور غريبا في الأيام الغريبة الغادمة إن شاء الله فالشكر موصول لهم وحنتهز الفرصة بموجود معكم أنا الأمين العام للجارة السودانية في أوكرانيا أحيي كل أخواني حاليا الدرية الحرارة في أوكرانيا ناقز عشرة ونحن هربنا منكم لدبع الخرطوم كنت أجيبوا معك عن السودانية أقول لهم إن شاء الله تكونوا طيبين وربا يسهل عمركم وكل طيور المهاجرة خارج الوطن لهم التحية أكيد أنا شكرا لك جدا أستاذ عبد الله وكمان شكرا لك جدا نكيتا بتملك إقامة طيبة جدا في السودان وإن شاء الله ترقى كل الجمال فيه شكرا لك على تسنيم وشكرا لأس 24 وفي الختام أشكرا لسيد مساعد الرسالة الجمهورية والسيد وزير الشاب والرياضة الياساح صديق وكل أركان حرب وزارة أركان سلم وزارة الشاب والرياضة برعاة الأستاذ مولانا محمد عثمان خليفة شكرا لكم كثير وشكرا لأس 24 أكيد بنشكر كمان لكيتا بتملك أكيد إقامة طيبة في السودان نعم شكرا لك خروشي بالبرواني في السودان شكرا شكرا جزيلا